أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الإكلامين تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويهتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوثنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ومن الناس من يشتري لهوى الحديث ليضل عن سبيل الله ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتفدها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن فيه ذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العسلس الحديم خلق السماوات بغير عبد ترولا وألقى في الأرض وواسي أن تميد بهم وبدت فيها من كل دافة وأنزلنا من السماء ماء فأنبدنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من تونه بل الظالمون في ضلال مبين ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميل وإذ قال لقمان لبنه وهو يعبه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك له ظلم عظيم ووصينا لإنسان بوالدين حملت أمه وهنا على وهن وبصال في عامين أن اذكر لي أن اذكر لي والوالديك إلي المصير وإن جاهدك على أن تشرك بيها ليس لك بي علم فلا تفعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليه ثم إلي مردعكم فنفركم بما كنتم تعفلون يا بني إنها إن تكون الضقال حفة من قردن فتكون في صفرة فتكون في صفرة أو في السماوات أو في الأرض يأشبها الله إن الله لقيق قبير يا بني أتم الصلاة واخبر بالمحروف وانهى عن المنكر واخبر على ما أصابه إن ذلك من عزل الأمور ولا تصعر قد تكر الناس ولا تمشي بالأرض برحا إن الله لا يحب كل مبتال وانفقوا وقصد في مشك وانفق من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحميز ألم تروا أن الله تقر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأستغ عليكم نعما وأستغ عليكم نعما ظاهرة وباطنا ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا علي آفاءنا أولو كان الشيطان يدروهم إلى عذاب استعيد ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننفئهم بما عاملوا إن الله عليهم بذات الصدور نبتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمزه من بعده سبعة أبح إما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير ألم تر أن الله يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل وسخر الشمس وسخر الشمس والقبر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون قدير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الفلك تجري في البحر في نعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكو وإذا وتيهم موجون كالذل لدعه الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مختصر وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جازم عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرونكم الحياة الدنيا ولا يعرونكم بالله الغرور إن الله عنده علم استاع وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم القبيل